موسيقى ازاي انت الجميع يشوفك بعين مختلفة ازاي الجميع يشوفك ان انت نادي عندك اللي مش موجود في عنديه كتير جدا وهو علاقة مجلس ادارة النادي الاهلي وشكل مجلس ادارة النادي الاهلي اللي يستحق التحية كله وعلى رأسه كابتن محمود الخطيب وازاي كانت هذه العلاقة موجودة والمشاعر بتاعت المجلس بالكامل تجاه كابتن محمود الخطيب ومشاعر كابتن محمود الخطيب تجاه المجلس دي الرحلة اللي استحقت ان احنا نوصقها لان نصدقوني في تفاصيل صغيرة للنجاح دي تفصيلها مهمة جدا 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 من تفاصيلها خاوية دي يا فارس النادي الاهلي هي النادي المؤسسي ليس نادي الرجل الواحد والصوت الواحد في النهاية في تسلسل هرمي في كمته رئيس النادي ثم اعضاء كل الدعم واضح جدا في كل لقاءاتهم وفي كل تصرحتهم ان هم خلف رئيس النادي اللي سلموا ملف قرة القدم وطبعا رئيس النادي على الجهة الاخرى بيشيد بدور كل فرد وكل عضو وكل حد داخل منظومة النادي الاهلي بيقوم بدوره على اكمل وجه مش هتلاقي في النادي الاهلي حد بيتفرد بالقرارات او حتى بياخد الصورة بشكل متفرد لا احنا كلنا زي ما المجلس ده بدأ بروح الفنينة الحمرة وزي ما تقال عائلة النادي الاهلي اللي هنستعرضه امام حضراتكم ده هو ده النادي الاهلي في ابها صورة هو ده النادي الاهلي المختلف تماما عن الجميع هو ده النادي الاهلي وهو ده مجلس ادارة النادي الاهلي اللي بروح الفنينة الحمرة اللي عشان كلهم على قلب رجل واحد كانت النجاحات والانجازات حتى لو جد بعد اغفاقات وفترة صعبة جدا ولكنها في النهاية تبقى انجازات مهمة جدا في تاريخ النادي الاهلي وليه احنا بنتناول الفقرة دي كمان بالشكل ده لان في يوم الناس اتكلمت عن فكرة الملعب والمكتب حابين كمان نقول ان مكتب النادي الاهلي فريد من نوعه مكتب النادي الاهلي بيصعبها على اي حد وبيدي دروس لاي حد حابب يتعلم يعني ايه ادارة ويعني ايه ناس بتغلب مصلحة الكيان على اي شيء واي اعتبار شخصي نبدأ بنائب رئيس مجلس الادارة المهندس عمري فاروق وهو بيكتب تويته امتى بقى صدق او لا تصدق يوم 28 نوفمبر 2020 تاني يوم التتويت تسعة كتب ايه كتب انا عايز لعشرة السنة الجاية عشان ده رقم محمود الخطيب رقم عشرة بص في اللحظة اللي بيكتب فيها كده لحظة الانتصار حاسس قد ايه المجلس فيه قائد اسمه كابتن محمود الخطيب وقد ايه انت كمان كان عندك نبوءة يا مهندس عمري فاروق اتحققت كما لم يتصور احد وفعلا كانت العشرة كما تمنيت وزي مدتونا الدروس دي احنا كمان بنشكركم على روحكم دي بالتأكيد المهندس العمري فاروق وكان واضح جدا وواضح ماذا سعدته وفرحته حتى في اللقاء او المدخلات اللي عملها بعد تحقيق البطولة العشرة وقال كان مهم جدا اننا نحقق البطولة دي في حتى اخر سنة من عهد الاربع سنوات بتاع المجلس الحالي او الفترة الانتخابية الاولى من اجل الكابتن محمود الخطيب الذي يحمل رقم عشرة الامر لم يتوقف فقط لغير عند المهندس العمري فاروق لا كمان امين السندوق البشمهندس خالد درندلي كان له برضو تصريح وتصريح مهم جدا وبيتكلم بمنتال ارحاية وبيقول بلا اي مجملات قرار تعيين مسيماني مدربا للاهلي يحسب لكابتن محمود الخطيب لا اجامل او انافق الخطيب هو من اختار مسيماني واحترمنا قراره انا وزملائي في مجلس الادارة لا نفهم في كرة القدم مثله ده طبعا امين السندوق البشمهندس خالد درندلي اللي بتكلم بمنتال وضوح انهم لما فوضوا الكابتن محمود الخطيب وضع ثقاتهم في اسطورة كرة القدم المصرية كان شيء يستحق الثقة وبيمنحوا ايضا قرار الاختيار لبيتكلم سيماني لحق الإنجازات للكابتن محمود الخطيب ده شيء مش هتشوفه غير في النادي الاهلي عادة يقال ان نفسيا وقت الانتصار بتلاقي الانتصار الف قب وكل واحد بيحاول ينسب الانتصار لنفسه الا في النادي الاهلي ده مش في قمصنا وكان المهندس خالد مرتجي بيقول الاميرة الافريقية العشرة مع اعظم من ارتدى رقم عشرة وكان هو كمان حريص ان نشوف ويعكس ويعلم الناس ويعلم مشجيع النادي الاهلي يعني ايه روح مجلس ادارة النادي الاهلي وعائلة النادي الاهلي بالتأكيد واستكمالا لروح مجلس ادارة النادي الاهلي المهندس كتب ايضا الحمد لله رب العالمين نعمة وفضل من ربنا بالتأكيد نعمة وفضل كبير جدا من ربنا ان انت في خلال 8 شهور بتحقق اتنين دوري ابطال افريقيا بعد ما استعصت عليك سبع سنين على نيتكم ترزقون نية مجلس ادارة النادي الاهلي كانت واضحة جدا وربنا اكرمهم بالبطلتين دول ومازالت دروس مجلس ادارة النادي الاهلي مستمرة دينامو المجلس وتميمة الحظ الاستاذ طارق انديل وهو بيقول الحمد لله اكرمني الله للعام الثاني على التوالي في مصاحبة الاسطورة للتتويج باللقب الغالي وصورة بتجمعه في كل بطولة مع الكابتن محمود الخطيب ونتمنى دايما تجتمعه في صورة يكون جمهور النادي الاهلي سعيد لها الاستاذ طارق انديل خلاص بقى ابو وش حلو وش السعد مش عايزين نكسر القاعدة دي اي باعثة تكون متواجد عشان باذن الله ربنا يكرمنا بالبطولة الحداشر من الاستاذ طارق انديل للأستاذ محمد الدماطي وطبعا بوست كتب فيه مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم العنصر الاهم في المنظومة الجمهور صاحب الطموح اللامحدود الطموح عندنا في النادي الاهلي مختلف عن اي طموح في مكان اخر اللي يعرف مصلحتنا دي كويس ودائما بيطبق مقولة الاهلي فوق الجميع ثانيا مبروك لكل اعضاء الجامعية العمية والعاملين بالنادي وزمائلي واخواتي في مجلس الادارة انا بتشرف اني موجود في الوقت ده ده شيء بالفعل يحسب لكل شخص موجود حاليا في مجلس الادارة ثالثا ودي هتكلم فيها الاول مرة تقريبا من اربع سين كمشجع مش قاعده مجلس الادارة وبعيد عن اي حاجة لان القاربين مني عارفين كويس انا الاهلي بالنسبة ليا ايه وان عمري مسعيت لاي اضواء ابدا بس لازم في اللحظة دي اكون اوجه تحية وتقدير لكابتن محمود الخطيب القائد اللي عمره متهز واللي كان واثق ان الصح هو اللي لازم يتعمل اللي قدر يبني من جديد ويوصل لقمة القرى مرتين في 8 شهور تحمل المسئولية شيء صعب ولما تشيل مسئولية فريق الكرة في النادي الاهلي في كل المواقف الصعبة يبقى لازم يبقى ليك اكتر تحية بنحبك يا بيبو اكتشفت حالا او اكتشفها حالا اني ما عنديش ولا صورة مع الكابتن لوحدنا من يوم التقدم للانتخابات لا لازم تاخد صورة مع الكابتن احنا كمان بنحب بيبو وبنحب مجلس الادارة اللي كله على قلب رجل واحد وبالفعل احنا احتفلنا بعيد الاضحى السنة اللي فاتت واحنا معانا 8 القاب دوري ابطال افريقيا بنحتفل العيد ده واحنا معانا 10 القاب دوري ابطال افريقيا وان شاء الله التالتة على التوالي والحداشر باذن الله عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد الجرحي كان بالنسبالي كلمته مؤسرة جدا لان هي كلمة مشجع اهلاوي قبل ما يكون مسؤول اهلاوي قال مع اقتراب ختام السنة الرابعة من عمر مجلسنا كلمتين من القلب في حب الكابتن محمود الخطيب حسابتنا اتقفلت في كل القارة اللي خد مننا مطش كسبناه على ارضه وعلى ارضنا وما بقاش حد في افريقيا كلها له عندنا حاجة حتى اللي هجموا بيبه وهجموا المجلس بافتراءات غير واقعية كان الرد حاضر وفي الملعب وباخلاق وقيم النادي الاهلي وعلى طريقة مجلس ادارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وربنا رد له حقه وحق صبره وانتصارات في اقل من سنة واحدة فخور بوجود دمن مجلس ادارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيبه والاهلي قصة حب كبيرة باخلاص واجتهاد مستمر من اجل الاهلي وجمهوره وهنا الرسالة المهمة اللي بتقول كلنا بنفكر بشكل واحد وهي الحكاية لسه مخلصتش ومش بعناش بطولات لمجلس ادارة ولا بيبه ولا الجمهور القضية كانت مجرد بداية والقادم افضل واقوى باذن الله لما تذكر الاستاذ محمد الجرحي يبقى لازم على طول هتذكر البشمهدس محمد سراج طبعا حبيب جماهير النادي الآلي والمقرب بشكل كبير جدا مقلوب جماهير النادي الآلي وصرته مع الكابتن محمود الخطيب بيبه وطبعا دور مهم جدا لكل اعضاء مجلس الادارة ودور ايضا مهم جدا للبشمهدس محمد سراج وكالعادة التهنئة مستمرة والدعم مستمر وقال براجل واحد مستمر الكابتن مهمد مجدي كان ايضا بنفس روح عائلة النادي الاهلي وتكلم في هاشتاج اعظم نادي فيكون ولا في غيره يفرحني بيبه ونشر صورة وهو فرحان باللقب وبالتتويج يا أساني وايضا الكابتن جوهر نبيل برضو نشر صورة برضو بتؤكد الدعم والتهنئة بالتتويج واللقب العاشر ممكن نعرضها يا شباب ايوا اللهم اكرمنا واخد بأيدينا للوصول بالتتويج بالكأس اليوم وكان ماسك ايد الكابتن محمود الخطيب واخد بأيدينا في الكابشن بتاع البوست واضح جدا ان ده طبعا كان يوم المباراة الصبح والحمد لله ربنا خد بأيدينا جميعا وقدرنا نحقق البطولة العشرة وحلم جمهير النادي الاهلي اللي لازم تفرح فرحو يا جماعة دول اتنين دوري أبطال اتنين دوري أبطال انا عارف ان انتوا مستنين السوبر المصر السعودي بس لازم تفرحوا بتنين دوري أبطال مستنين دوري واكيد جمهور النادي الاهلي عقليته غير وكمان اعضاء مجلس ادارته تفكرهم غير ودكتورة رانيا علواني كانت رسالة ايضا مهمة ومبروك لجماهير النادي الأهلي هذا هو الأهلي يا سادة ورقم عشرة كان الجميع بيشارك الاحتفال وكان الجميع سعيد بالتتويج وسعيد باللقب حبينا بس ندي الناس حقاها لأن فعلا كل الناس تعبت عشان نوصل للحظة دي وعلى رأس المنظومة القائد والأسطورة كابتن محمود الخطيب اللي فعلا زي ما قلتلكم في يوم 6 أبريل 2019 كان واخد داخليا عهد أنه هو هيقتص من كل من حاول أنه يعتقد أنه بطل بس أنا قبل 6 أبريل لأنه فيه مكالمة شهيرة جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيز بعدما فقدنا البطولة أمام الترجي كان الكابتن محمود الخطيب واضح جدا وطالع بيعتذر لجماهير النادي الأهلي وبيعيدهم على الهوى أن كل شيء وكل الملفات اللي كان بيظن أنها معمولة بشكل سليم هيتم تصحيح الأخطاء وما أحلى تصحيح الأخطاء بدوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي أيضا الكابتن محمود الخطيب شكر أو وجه الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للزملائي في مجلس الإدارة وكل واحد منهم يقوم بدوره على الوجه الأكمل وجميعهم يضع مصلحة الأهلي أولا وفوق كل اعتبار هو ده الطبيعي في مجلس إدارة النادي الأهلي أعضاء بيقدروا رئيس النادي ورئيس النادي بيقدر الأعضاء وبيقدر العمل الجماعي وكل جماعير النادي الأهلي عارفة أن في منظومة النادي الأهلي لكل واحد موجود أو لكل شخص أو لكل منصب داخل المجلس له دور ودور مهم جدا ما عندناش تفرد ما عندناش قرار الرجل الواحد عندنا فقط لغير منظومة النادي الأهلي نطلع فاصل وهو عطروحه في أي حتى لأن لسه عندنا فقرات مهمة جدا عن النادي الأهلي في الأهلي خطاه